بيبدأ المسلسل بتاعنا مع جون المغن المشهور للألبوم بتاعهم مكسر الدنيا وجاء فيوهات ومشاهدات كتير خالص ودي بقى يون الصحفية اللي على قدها لسه متوظفة جديدة وزمالها مشهيلينها الشغل كل وطبعا بمننا بدأنا بيهم فشكل في كسة حب نروح بينا لحبيب يون الحالي واللي كانت يون بتحبه جدا وكان ده يوم عيد ميلاده وهي خلصت الشغل بتاعها وخدت صاحبتها علشان توصلها للفندق اللي عايش فيه واخد معا بقى ورد ومزبطت الدنيا ولسه طلعه اوبا لقيته بيخونها راحت قدامه علشان تواجهه وبعدين خدت الورد ونزلت من غير ما تتكلم فنزل وراها وقال لها الموضوع من زي ما انت فاكرة خالص انا حاولت احبك بس معرفتش قالت له ما تقول ان انت اسف وخلاص وثابته هي ومشت ودول بقى تشوي والأكس بتاع جون واللي ارتبطه بعد ما تشوي فتح شركة انتاج وبقى هو المسؤول عنها وصاحب الشركة وقال لجون يروح معاه بس جون رفض يونت صاحبتنا روحت ورنت على صاحبتها وقعدت تعيط وبتشرب بقى عصير لامون وبتقول لصاحبتها ده انا حتى كنت فرحان ان ده اول عيد مناد مع بعض وكانت لابسها الحزاء اللي هو جايبهولها واخده ورده ورايحه وقالت لصاحبتها انا معدتش عبره تاني ومن اول بقرة هوريك يون تانية وبقرة تشوف بقى يا ناكر خيري زمني من زمن غيري تاني يوم في الشغل شركة الصحافة اللي يون شغال فيها جالهم دعوة بانهم يحضروا حفلة شوي واللي كان صاحب يون زمان فما حدش بيردى يروح وبعدين بيقولوا طب ما نبعت يون ونشوف مهاراتها بقى ويون اصلا مش عارفة تقولهم لا فالتاني يوم فعلا يون راحت هي وزميلها فلاقت عربية جنبها كده فبتزبط شعراها فيها فالباب بيتفتح وجون بينزل منها وكانتها تقعب بس بيلحق السواق بتاعه وبيولها انت كويسة وانت كنت بتصواري من الحق ولا بتعملي ايه قالت له لا والله اخد شوف حتى الكاميرا لو عايز انا كنت بس بزبط الشعراي وفي الحفلة يون قعدت تشرب عصير لمون كتير فقامت علشان تروح الحمام وفي نفس الوقت جون كان ماشي بس الاكس بتاعته شدته علشان عايزة يسامحها ويرجعه لبعض فهنا يون شفيتهم وهم واقفين فاستخبت ووقفت بها تتفرج على جون شافها وقام رايح عليها انت بتعملي ايه هنا قالت له كنت بدور على الحمام قال لها يعني ما صورتش حاجة ولا حاجة قالت له لا والله ما صورتش ام واخد منها الكاميرا وامكسرها فبتقول هو انت خنزير وخلاص ايه اللي انت عملته ده انت تعرف الكاميرا ديت اصلا سعرها كم قال لها هتفعلك فلوس عادي قالت له الفلوس مش كل حاجة هي الصراحة كل حاجة بس مش كل حاجة برضو ام رايح سايبها وماشي امت نازلها وراه بتقوله اعتذر دلوقتي قال لها لا اقالت له لو ما اعتذرتش هفضحك وفرج عليك الناس كلها ام سايبها وماشي برضو عادي وما اعتذرش امت خالع الجزمة بتاعتها وعلى طور رميها في وش والموضوع اللي حصل ده تصور وشون بمعارفوا بقى التاني يوم كلم الشركة اللي يون شغالة فيها وخلهم يفصلوها من الشغل بسبب اللي عملته فيون وهي بتلم حاجتها المديرة كانت معدية فيون زعقت لها فقامت المديرة ضربها بالقلم ويون معرفتش تعمل حاجة وهي ماشي العصير بتاعها بالمرة وعلى كل الورق اللي معها وراحت البيت لقت ان الكهرباء والماء ينقطعوا كمان وده لانها ما دفعتش بقالها كتير الفوتير اللي عليها وشكل ده يوم حزار نحس الصراحة فارحت عنده صاحبتها وقالت لها بصي هون هقعد عندي كام يوم كده ام مش عايزك يتم انتي واليوم والدنيا علي صاحبتها قالت لا عيب عليك لا مش هتقعد معي طب بس يفهمي والله بس الحد ما اشوف شغلي تاني وادفع الفوتير وهارجع بيتي فصابت على صاحبتها ووفقت انها تقعد معها برضو اليومين دول وتاني يوم راحت عند مكان شغل بس مرضوش يدخلوها فروحت وقعدت تكتب بقى منشور كده عن جون وتغلط فيه وتسيق فيه وان هو شخص بوشين قدام الناس حاجة وفي الحياة حاجة تالت خالص وفضلت قعدة مستنيه حد يكلمها بعد المنشور بس مفيش حد عبرها اصلا وفجأة واحد صاحب يكلمها وكان عايز يقابلها ففرحت له وفضلت تحكيله عن كل حاجة وقال لا يعني انت كنت شارب عصير لمون قالت له شوية صغيرين بس مش اكتر قال له خلاص سيبيني وانا هتعامل وفعلا هي رواحت ولات ان الصحفي ما نشرش الكلام اللي هي قالته خالص ده نشر عكسه والتعليقات على المنشور كلها في صالح جون الكل واقف جنبه ضد يون وعايزين يعرفه هي من البنت ديت الصحفي بقى عمل كده ليه علشان خاطر هو يبقى صاحب جون اصلا وجون اللي بعته بس يون تسكت عزيز المشاهد لا والله طبعا قعدت تام اللي فتات كده علشان تنزل تلفت بها الناس وراحت عند مكان الشغل بتاعه قعدت تقول اللي حصل وكل اللي واقفين دول اصلا يبقوا الفنز والمعجبين بتاع جون ومستنيينه ولما لقوها بتقول كلام وحش عليه اتلموا حوالها وضربوها في الوقت ده كان جون جيف فسابوها وروحها على جون وجون شافها في امر احما قومها وقال لها انت كويسة بس المعجبين بتاعه بيقولوله ماينفعش كده وقال له من اللي بيحصل بينه وبين يون ده سوق تفاوم يا جمعة مش اكتر وهو اللي هيبدأ يصالحها وبكده في يوم ممكن تكون من معجبينه وبعدين قال لها ابتعالي ندخل كده جوه ولما نزل ام قالب عليها وقاعد زعلها على الكلام اللي كتبته فهنا بقى هي اقتنعت ان هو ضحك عليها قدام الناس مش اكتر علشان خاطر الناس تتعاطف معاها وهي بقى راحت لصاحبتها بتقولها تضحك عليها تاني وهو طلع شكله حلو وان البلد كلها بقت بتكرهني دلوقتي فيون نزلت تتماشى شوية اتشوي راح وراها وقال لها وانت يجون مزعالك صح؟ قالت له وامزعالك انت كمان قال لها يا ده موضوع قديم بس انت ناوية تسكتي ولا ايه؟ قالت له انا مش عايز اسكت الصراحة بس ما عادتش عارف اعمل حاجة قال لها خلاص متخفيش انا بقيت شريكك وفي ظهرك في الوقت ده اميون شافت اللي حصل في الاخبار فرنت عليها وزعت لها وقالت لها طالما اترجت من شغلك تعالي هنا بقى وساعديني وبالمناسبة الشقة بتاعتك ديت انا اخدها اصلا وقامت قفلة السكة في الشهر راح قام تليفونها رنت تاني على طول وطلع مخرج بيرن عليها علشان يقبلها في نفس الوقت كان بعت لجون سكريبت البرنامج وكان هيمثل فيه ان هم متجوز يون هنا جون بيرفض الموضوع في الوقت ده اصلا وبرده لما يون راحت للمخرج وقال لها على حوار السكريبت ده بتاع البرنامج ويون اول لما عارفت ان هم هتمثله مع جون رفضت برضو الموضوع على طول فالمخرج قال لها يعني انت مش عايزة فلوس قالت له الصراحة عايزة بس ان كان جون هو اللي يبقى معي فمش عايزة وراحت لصحابها قالوا لها طب ما تمثيلي ايه المشكلة وانت بتمثيلي معا امسك عليه حاجة وافضحي بيها قالت لهم لا لا انا مش عايزة اصلا انا هروح البلد تاني واشوف شغل الارض مع اهلي واحسن من الكلام ده كله وبعد ما فكرت رنت على المخرج وقالت له انها هتمثل قال لها خلاص حلوة اوي الكلام ده بس جون مش هيمثل راحت تاني يوم علشان تقابل جون وتقنعه بس معرفتش اتقابله فشافته وهي مروحة راكب الموتسيكل لسه بتقول له استنى امسيبها وماشي راحت تاني يوم المول اللي هو بيروحه على طول وقالته هناك وقالت له انت مش رادي تمثل معي ليه قال لها ومثل ليه اصلا انا مش عايز فلوس انت عايزة فلوس ولا حاجة قالت له اه الصراحة اصلا ما عادش فيه حاجة في حياتي بسببك التردت من الشغل والناس بقيت بتستحكرني كل ده بسببك يا ظالم انت حتى الفلوس مستخسرها فيها انت لازم تتحمل المسئولية شوية قمدت ايده كده كأنه وافق وبعدين قام ايلا في احلامك مش همثل حاجة معاكي وقام سيبها وماشي وهو طالع قابل تشوي فقام معصابه بسبب البرنامج فجون وام روح قال السواق بتاعه قولي المدير ان انا هعمل البرنامج واللي يحصل يحصل بقى المخرج ران علي يون تاني يوم وقال لها جون وافق فهي فرحت خالص وراحت بقى هناك ودالها بقى الكلام اللي هتقوله وسابق وقام كمان جون جاي في اول لما شافته كانت عطوقة وجاد تمسك فيه امس ايه بقتوعة على الارض وقال لها ما تلمسنش تاني بعد اذنك واخدهم على مكان التصوير واللي بيكون واحد من بيوت جون وتفرجوا عليه وعجبهم المكان ويون لما روحت لقت حبيب صاحبتها هناك فتحرجت واخدته دمها ومشت وروحت على بيتها لقت انهم ما غيرت البسوارد ومش هتعرف تفتح الباب ومش هتعرف تدخل بالمنظر ده والدنيا لما بتحط على حد بتحط جمد الصراحة ففضلت قعدة في الشارع فافتكرت موضوع بيت جون اللي هي اصلا عارفة البسوارد بتاعه فتلعت على هناك ودخلت وهي بتاكل سمعت حد بيفتح الباب فقامت علشان تستخبأ ملحقتش ولاد جون اللي كان بيفتح الباب فأوا شافها ولقى ان الموضوع محرق خالص فبيقولها هو ايه اللي جابك هنا قالت له وكنت ماشي فقلت اعدي عليك هنا بس انت اللي ما كنتش هنا هو انت ايه اللي جابك هنا اصلا قال لها انا كنت ماشي فقلت اعدي هنا برضو وبعدين استني ده بيت اصلا هو اللي جابني هنا فهو شاف الشنط بتاعتها فبيسألها ايه ده كله وهو انت متأكد اكنت ماشي يبدأ كله قالت له بص من الاخر انا مش لاقي مكان قاعد فيه فقال لها يعني انت هتفضلي قاعد هنا ولا ايه برضو مش فاهم قالت له لها طبعا لحج لما شوف بس ما كانت انا والله العظيم انا مش شحاتك فقعد هما اللي اتنين بقى يشربوا عصير اللمون والصبح جون كان نايم في الصلاة وهي نايمة في البنيو ولما صاحا جاي يدخل الحمام لا رجلين طلعين من البنيو ففكر ان هو قتالها بالليل ولما لقاها عايشة قالي الحمدلله بيقولها وانت نايمة هنا ليه قالت له وما انت اللي قلتلي قال لها لأ ام قلتش حاجة وبعدين افتكر انه قال لها فعلا انبارح امساكت وقال لها ما تخليش اي حد يعرف ان انت هنا حتى ويومها بالليل التيم بتاع الشغل كله طلعوا يتعشوا سوا وقعدوا يشربوا عصير اللمون كتير فطلعت علشان تروح الحمام لها تتشوف فقعد معها ودالها رقمه والجون شافهم فالداي ولما رحلهم قامت شوها اهلو كلمتين مدايقون اكتر ويسابوا مشا وهم مشين بتقولوا يلا سلام انت بقى قال لها وانت رايحة فين اصلا بعصير اللمون اللي انت شربا ده استني هركبك تاكسي وروحها على البيت وشايلها هو بنفسه واول لما بيسابها رح تماشي عادي قال لها يعني انا شايلك ده كله وظهرت قطم وفي الاخر تطلع اصلا بتعرف تمشي ما ردتش عليه وقامت نايمة رح مغطيها ونزل والتاني يوم نزلت تجيب شوية حاجات كده رجعت لها المخرج والمنتجة في البيت قالوا لها هو انت جيت بسرعة كده ازاي اه هو انت كنت تحت البيت ولا ايه قالت لا اه انا كنت تحت البيت اه وبيبدأ التصوير وقالوا لها انتو دلوقتي هتمشوا بالعربية الكلام ده اليون وجون يعني بس يون هي اللي هتسوق علشان معها رخصة لسه بتحاول تقولهم انها ما بتعرفش تسوق اصلا المخرج قال لها خلصانة تفاقنا ما هتحوليش فارح علشان يصوروا المشهد ده فعلا وطلت ما بتعرفش تسوق ده ستعى البنزين ومش عارفها الفرامل فيه فجون شد بسرعة فرامل اليد ولف الدريكسيون اه من خابتين في عربية تانية بس واما بيخبطوا دواها الزبيب من غير قصد فقعدت تعتذر له بس كل لما تتكلم معاه بيقولها خراسي بقى كفاء اللي عملتيه قالت له ما انا كنت هموت انا كمان معاك يعني وانت كنت هتموت لوحدك وبعد ما خلصه فضلت مستخبية لحد اما لما حاجتهم كلهم وبعدين دخلت تاني مهاملهاش مكان تاني تروح وقعدة سمعت حد بيفتح الباب ام تطلع جاري في البلكونة وواحد من اللي دخلوا لها البلكونة مفتوحة فقالها فهي حاليا محبوسة ومش عارفها تعمل حاجة فقالت تريني على الشرطة افتكرت ان هو قالها ما تخليش حد يعرف ان انت هنا فافتكرت انها معها الرقم بتاع السواق بتاعه فقالت تريني عليه وهو يجي يفتح لها ولما رنت جوني اللي رد فقالت له بالله عليك تعالى طلعني فبيقول لها هو في ايه قالت له ما فيش انا كنت طلع شم هوى بس الهوى طلع ما بيحبنيش وقفل علي الشيش فراح لها وطلعها من البلكونة فقالت له معلش كانت حادثة بسيطة قالها لو حد عرف ان انت كنت هنا بصي هجيبك وقت خبرك وتاني يوم كان فيه تصوير وجون كان قدام الكاميرا حاجة وفي الحاجة حاجة تانية خالص ملك بسم الله ما شاء الله وبيقول لها وانت مش جعنة قالت له ونطلب اكل فراحة طلبت 11 حاجة من نفس الحاجة وده بدل ما تطلب اكلة واحدة فبعت لها رسالة بيقول لها لما يمشوا حتى وساب يون وجون لوحدهم في الشقة فيون كانت رايحة تطلع تاني دور جون بقى قال لها ما تطلعيش ما سمعتش الكلام وراحة تطلع ام شديدة وقال لها لما قولك ما تطلعيش يبقى ما تطلعيش المهم لما خلصوا يون معرفتش تستخبى المرة دي على لما يمشوا فنزلت الشارع فاكرين العيل بقى اللي ضربوها قبل كده كانوا مستنيانها واول لما شافوها عملوا منها كيكة بيت وحطوا عليها شوية دقيق في الاخر وخلوا منظرها وحش خالص وقالوا لها اياك تعملي حاجة لجون عن جيلك تاني تاني يوم نزلت تجيب شوية حاجات وهي راجع لقى جون وهو نزل من العربية مش قادر يمشي ورجله مصابق هو كان بيمثل بس مش للدرجات دي وبدأ يستغل التمثيل اللي بيعملوا ده وهو في التصوير بقى بقوله ام هاتلي ماء لا بصي هاتلي رموت التلفزيون ايو ايوان بالزبط هو اللي هناك ده بقى بقولك ايو ناسي فوقعت المية مش واخد بالي بقى ام سحيها بقولك ايو لا روح هاتلي كيك من المحل اللي بحبه ده ايه اللي في الهند ايه بالزبط ايه اللي في الهند وهي ما كانتش قادرة تتكلم فهي بتجيب له كيك كده قابلت الصحفي اللي كان نشر عكس كلامها فادلها شوية فيتامينات كده ففكرتها فاسدة وهو عايز يأذيها فراحت حطت منه الجون في العصير على سبيل الهزار ولما شرب العصير من هنا ام فجأة نايم في الارض يشتكي من ماداته القول كل تقلم حوالين جون والمخرج قاعد يزعق لللي كان بيعمل العصير فيون حست ان هو تظلم فقالت لهم انا اللي عملتها انا اللي حطت الفيتامينات الفاسدة في العصير ام بصص له كده وبعدين عرفت انها كان بيمثل عليها اصلا بس ما كانتش يعرف انها حطت حاجة فكده النهار التصوير باز وهنصور في يوم تاني ان شاء الله فمش هتواز علانة على اللي عملت وعرفت عنوان جون من مديره وراحت له اول لما وصلت لات الاكس بتاعت جون هناك وكانت نزلت عاية فنزلت وراها تناديلها ولسه هترد عليها ام جون جاي من وراه يون وحضنها على طول علشان الاكس تفكر نار طبت بعدها وبعد ما مشت الاكس جون بيقولها وانت ياللي جابك قالت له انا ولسه هتكمل قال لها امشي يلا انت هتصحبني فبتقول له انا كنت جاي علشان عتزر على اللي عملته وكنت بهزر بس قال لها ما تحذريش تاني معايا وتاني يوم تشوي راح لجون واخد معا الحزاء اللي كانت حدفت به جون والحزاء ده اصلا هي واخدها دية من الاكس بتاعها فهن قالت له ودورت عليه كتير هو كان معاك قال لها اه معايا والمفروض ده هتحط في المتحب لان ده اللي ضرب جون قالت له لو ما كنتش عملت كده ما كانش زماني هنا وكل حاجة نصيب يعني قال لها اه انت حنيت بقى طب ماشي ماشي بقولك ايه ما تيجي تشتغلي في شركتي بعد ما تخلص البرنامج ده قالت له انت بتغذر صح لا لا ما بغذرش والله فكري في الموضوع وكلميني وتاني يوم المفروض في التصوير ان جون هيعزمها في مطعم كبير فلبست نفس الطعم اللي اتقابله اول مرة به يوم ما ضربته حتى نفس الحزاء وراحت عند المطعم اكتشفوا ان ده مطعم الاكس بتاعها ما هو كانت شهر بقى وفتح مطعم كبير اهوبا افتكرت ان ما نفعش الاكس شوفها هي لابس الحزاء بتاعه وكانت لسه ترجع المنتجة جات وشدتها علشان تدخل ايه المهم دخلت لات الاكس وراها قامت قاعدة على طول علشان ما يشوفهاش وراح سلم على جون وجاي سلم عليها عملت نفسها كريزما كده فاهمين انتو الشغل بتاع البنات يون قاعدت تبص عليهم وهم ما بيطبخوا جون والاكس يعني فكرتهم مش مزبوطين ولما الاكلت حط المعلاقة بتاعتها وعت فالاكس لسه رايح يجيبها قامت مسكة من رقابته انتو رايح فيين انا اللي هجيبها فهو بيبص لهم كده ونفسه يقول انا سيبكوا تاكلوا براحية كنتو بقى انا همشي ولسه طالع لقيتهم مستنيها برق فمشت ويسابته اما نديلها بتقول له عايز ايه قال لها بس انت احتفست بالحزاء بتاعها هوت يعني فاتحرجت منه ومردتش جون طلع في الوقت ده فبيقول لها وانتو تعرفوا بعض ولما يون مردتش جون قال لها يبقى تعرفوا بعض ما تزعليش وطلعت من المطعم علشان تروح البيت ويسابت الحزاء ده قدام المطعم وروحت من غير حزاء وجون بقى راح الشركة المديرة قالت له انت عندك مشوار كده جون قال له مشوار ايه بيقول له عارف الواد اللي ابو كان معاه فلوس كتير ده وشغلك في كذا اعلان قبل كده النهار ده بقى عيد ميلاد ولازم تروح وكمان ابو بيقول لك انهم هعملوا اعلان جديد وانت اللي هتبقى النجمة عمنا جو قال له هو انا كمان هشتعل مربع اطفال ولا ايه بص هو انا روح ايدي الميلاد ماشي علشان هو كان واحد من الفنز بس مش هعمل اي اعلانات وجون راحت تتعشن مع صحابها فبالصدفة شافت اعلان وجون هو الملاك فثابت الاكل وروحت ولقت جون بيخبط على الباب فبتفتح وكان جايب اكله عصير وقعده يشربه عصير لمون لحد لما نامت فهو راح ومغط وشها ومش هو ولما صحى التاني يوم المخرج رن عليها وقال لها في حالة طريقة ولازم تيجي حالا لاننا هنصور النهاردة فانا هسباك على مكان التصوير وانت حصليني مكان التصوير بيكون هو بيت جون اللي هي قاعدة فيه اصلا فلبست ونزلت جاري على ما يطلعه وبعدين تبقى تطلع هي وفي التصوير جون المفروض هيركب الغسالة علشان ما يخلاش تعمل حاجة قدام الناس وهي المفروضة تمسح الارض فمسكت الشقة مسح ورايح جاي بتشيرت كده لقيته واقع وبعدين اكتشفت ان التشيرت ده بتاع واحدة من اللي معاهم وكان سعره 3000 دولار فوقفت يعاني مش قادرة تتكلم وجون اللي هيدفع بقى للأسف والتاني يوم يون جالها مكلمة من رئيس مجلة كبيرة بانه عايز يوظفها عنده والمقابلة بتاعت الشغل دي هتبقى بكرة فيون بعد ما شافت تعليقات الناس اللي في صالح جون ضدها وان الناس بتكرهها بقت في حيرة اسيب التمثيل واشتغل في المجلة ولا كمل زي مانا والمفروض برضو ان هم هيسافروا اليابان يكملوا تصوير بكرة وفي نفس المعادة بتاع المقابلة وتاني يوم المفروض ان هم هيسافروا بقى وجي معادة الطيارة وبيدوروا عليهم مش لقينها فجون بيقولها هتلوها في البيت التاني بتاعي فبيقولوله ايه اللي هيودها هناك قال لهم بعدين بقول لكم اني لقيها بس الاول بعدين فاهمكم فراحوا بيته التاني وملقهاش هي في الحقيقة بقى راحت المقابلة بتاعت الشغل ولما قابلت المدير بتاع المجلة قالت له انا بس اسيب حواري البرنامج ده وهاجي هنا اشتغل على طول قال لها لا لا انا عايزك تكملي معهم وتنقليلي اخبارهم والحاجات اللي بتحصل ورا الكاميرا وانت اكيد فاهمة اصدق ايه فلسه بقى هتمضي معهم قالت له وهاصرح ما ينفعش بص انا مش هبقى بوشين انا كمان مش عايزة اشتغل معاكم وطلعت جاري على المطار ورنت على المخرج فجون سمع ويكلمها فقام نازل ادور عليها ولما لقاها اخدها وجروا علشان يلحاوا الطائرة بتاع الحمد لله ما الحواش يعني ويركبوا طائرة تانية فالموضوع دايق جون وهو كان عنده تصوير اعلان هناك برضو فبيزعق ليون في الطائرة وبيقول لها خلتنا نفوت طائرتنا فبتقول له كنت لازم اخسل يدوم الاول فاتأخرت وبتزعاله يا كمان وكل اللي كانوا ركبين بيبص عليهم ولما وصلوا بقى هناك للفندو المخرج قال لهم انتو لازم تنزلوا تتماشوا في الشارع علشان اكيد يون مجاتش هنا قبل كده قالت له لا انا جيت قبل كده على فكرة قال لهم خلاص ماشي برضو نزلوا تماشوا في الشارع وهتتصوري في الاماكن اللي انت عارفها كمان وبعدها بقى هم بيصوروا جون بيسألها ايه المكان اللي لازم تروحه لما تيجي اليابان قالت له يا عم يعني كل الناس لما تيجي اليابان دايما بتروح برج ايفل يعني انت عمرك ما روحت ولا ايه قالت له برج ايفل بس برج ايفل مش هنا قالت له اه اه ده معلش الموضوع بس لغبت علي بس والله الموضوع يزعل ما بينه وبينه كان انه مش موجود هنا كنت عايز اروحه بس يلا بقى متعوضة من الحق بقولك ايه ما تيجي ناكل سوشي كده انا جعانا انا عارفة محلي حلو جدا كنت بجي دايما على طول لما باجي وهم ماشيين بقى بتقوله تصدق كل حاجة زي ما سبتها بالزبط مش عارفة ايه ده الدنيا زي ما هي يا اخي وبتلففه اليابان كلها علشان تلاقي المحل بتاعها وفي الاخر ملقتش المحل كمان فبيسألها انت متأكد ان انت عارفة الاماكن قالت له والله لقلت كده يبقى عيبة في حقي وفي الاخر هو اللي لقى المطعم بالصدفة يعني وبعدها لما خلصوا تصوير جون راح للشركة اللي هيعمله فيها اعلان فالمفروض ان هو ليه شريك في الاعلان ده وهو ما يعرفش مين اصلا ودخل للمدير اللي لقى الاكس بتاعته قاعدة جوه وهي اللي هتعمل الاعلان معاه وهم قاعدين دخلت شوه علشان يباوز الدنيا فشد يونج من ايديها وبرة بيقول لها ما لقيتش غير جون يعني اللي تعمل اعلان معاه قالت له ملكش دعوة وجون طلع في الوقت ده وقال لهم انا ما يهمنيش اصلا من هسور الاعلان انا المهم بالنسبالي ان هو يتصور وخلاص سواء كانت يونج او غيرها وحلوا مشاكلكم ده تصوى بسرعة علشان بزق وسبهم وماشا نروح ليون اللي نزلت تجيب اكل مع مدير اعمال جون فبتقول له معلش على اللي حصل الصبح وانا لففتوكم اليابان كلها انا اصلا اول مرة سافر اليابان فمعرفش حاجة وما بين وبينك انا كنت بهزر يعني معاكم قال لها من عارف والجروب وكله عارف والمتابعين كلهم اللي بتفرجوا عارفين واللي عملوا لايكو اللي ما عملوش اشتراك كلهم عارفين برضو بتقول له بجده انا كنت مفضوح للدرجات ده يعني قال لها ده مصر كلها عارف وهم راجعين بقى لقى جون واقف مع الاكس برا فالمدير نزل وسابي يون في العربية فشافته زعق ليونج ومشاها ويون مش سمع كلامهم بس هي عايزة تعرف من البنت ديت اللي كل شوية تيجي وتمشي معياتها والله سابت عليه خالص الواد جون ده قلبه قاسي ومش رادي يرحمها ويجي معا تصوير الاعلان ويونج كانت حلت مشاكلها مع تشوي وراحت وصورت الاعلان مع جون والشوية كان قاعد هيولع مش طيق نفسه علشان هما دلوقتي مرتبطين وهي هتبقى الاكس بتاعت جون وخلصوا تصوير الاعلان ودلوقتي بيصوروا المسلسل فجون زق يون وقحة في المياه هي مغرقتش بس هو حاب يمثل على اللي هتفرجه كده فبيقولها بقولك ايه اعملي نفسك ميتة بسرعة انجزي بس اعملي نفسك ميتة وانا اجا انقذك علشان الموضوع يبقى لزيز كده وحلو والتاني يوم ما كانش فيه تصوير فقرروا ياخدوا اليوم اجازة ومدير جون بيسأل يون هتيجي معنا قالت له هشوف كده واجي جون قال له يا اعمي سيبها براحتها هي مش عايزة تيجي فيون قامت قالوله انا جاي اصلا شوفه بقى هتطلع فين ولما طلعه المدير نسى محفظته فرجع يجيبها فيون بتبص على الحاجة اللي في المحل جنبها رجعت تبص جنبها تاني ملقتش جون فمشت تدور عليه وهو كان في المحل اللي جنبها بيجيب حاجة طلع ملقهاش ولما المدير جه طلعوا هم اللي اتنين يدوروا عليها ويون بقى كانت واعت وتعوارت فعدت تعايت وتقول انا ايه اللي جابني هنا وما كنتش فاكرة اسم الفندق كمان ومبيلها بايز هي الدنيا كلها ليه جاية عليها وبعد لف كتير وكتير وكتير جون لقاه في الاخر واول لما لقاه قال لها بعد كده ركزة علي وشوفين رايح فين وجاي منين وقعدت تعايت برضه ولما رجع الفندق قالولهم ان هم كده فركشوا خلاص وهيسافروا كوريا تاني بكرة بس للأسف يعني مفيش اماكن فاضية في الطيارة فجون ويون هيروح الوحدهم بقى في الطيارة اللي بعدها وبعد ما يون طلعت قضيتها جون راح خبط عليها وبيقولها انت اكيد جعانة من اللف والعيات طول اليوم في الشارع قالت له لا اما تقلقش علي انا مش جعانة قالت له بس اخد الاكل ده هو مشى من هنا وتشوي راح خبط عليها وفي ادوارد وجاب لها اكله وكمان فبتقوله تعب نفسك والله قالت له انا لسه عايزك تيجي معايا شاركتي قالت له يا عم كفايا زار بقى انا ما بعرفش امسل اصلة وتشوي هو نازل بقى قابل جون فقال له عايزين نتكلم ونقعد كده ونصفلن بيننا وبقت على الشركة بتاعت انت كمان قاله يا انا انا مرضيتش اجي معاك زمان ايه اللي طغير يخليه ناجد الوقت يعني ما تشغلش دماغك نروح لصدقاتنا يون بقى اللي نزلت تحرق الاكل اللي اكلته كله ده بعد ما كانت مش جعانة خالص ويا ماشيا لقت يونجي مقابلاها فايون قالت لها لو جايل جون هو مش موجود فايون قالت له خلاص لما هيجي عرفيه ان انا جيت له قالت لها ايب عليك اعتباريها واصلت جون بقى كان بيحاول يدور على ابوه اللي ما شافوهش منه هو صغير وما كانتش يعرف عنه اي حاجة غير انه كان مع الخاتم بتاعه وواصل بقى لصاحب ابوه من ايام الجمع ولما سأله طلع ما يعرفش عنه حاجة هو كمان ولما رجع الفندق الخاتم ويع منه بس الحسن الحظ يون هي اللي لقيته لما كانت رايح تاخد شاور كده ولقت جون في الساونة هو كمان لما كان رايح ياخد شاور وموعدين هما الاتنين ما يتفرقوش ولا ايه بتقول له انت وراه وراه في كل حتة ما ردش عليها وبعد شوية سابعة وطلع بيدور على الخاتم بتاع ابوه بس للأسف ملقهوش برضو وتاني يوم في الطيارة كان ركب في الاماكن بتاعت الناس المهمة ويون كانت ركبة زي باقي الناس العادية ما مش كل الناس معها فلوسي عزيزي المشاهد يعني فكلم الطاكم اللي في الطيارة وخلوها يرقو المقعد بتاعها علشان تجي تقعد معاها اخونا برضو غني وبيصرف ومكلف يعني ما والحب بيعمل اكتر من كده ولما راحت بتقول لهم ده يوم حظ بقى انا اتنقلت من الفاء العادية للفاء بتاعت الناس المهمين دي كلها بسم الله ما شاء الله عليا فمدير جون بيقول لها اكيد يا بنت انت عملت خير النهاردة قالت له اه ليه تخاتم ضايع من حد فسلمتوا لقدارة الفندق وانا ماشي كانت لسه بتقول ده يوم حظي والدنيا جميلة خالص نزلت من الطيارة وهي في المطار الفنز بتاع جون مستنيينها واقعوا على الارض وكانها يضربوها لولا ان في حد هربها فما كانتش يوم حظها خالص وتليفونها كانت صلح فاول لما اخدته لاته ما رنت عليها وبعتت لها رسائل كتير واناها كانت قلقانة عليها وبتزاعة عليها بقى علشان موضوع التمثيل ده وبعد ما سمعت اول حلقة واللي كانوا برضو جون فيها هو واللي كويس وهي الشريرة وشافت بقى التعليقات اللي كلها في صالح جون برضو وفكرت انها تسيب البرنامج بس لقيت جون بيخبط على الباب وقال لها بما ان الناس بقيت بتكرهك فانت هتضطر تعودي في البيت فترة ما تطلعيش وانا هجيبلك كل حاجة تعوزيها وقعد مع بقى يوسيها واقناحها انها تكمل للاخر وهم قاعدين فنهرن عليها فبيقولها مين بيرن عليك ده راجل ولا واحدة صاحبتك ها قالت له انت مالك يا اخي انت اين الناس الحشرية دي على فكرة يعني احنا بقنا صحاب لا تكون ناس ولا حاجة والاكس بتاعها هو اللي كان بيرن عليها علشان يقولها ناو من ساعة ما سابها وابقت وحشة خالص وهو مش عارف من يوم انفصلنا وهو مأثر عليها خالص كده ليه ومخليها وحشة قالت له اه انت رنن علشان كده يعني طب اسمع بقى لو جاي فيرجوع انساني تشوف لك موضوع تاني وبكرة تشوف برضو يا ناكر خيري زمني من زمن غيري وقفلت في وش الخط صاحة الصبح لقت نفسها نايمة على الكنبة وجون نايم في البنيو الدنيا دوار عزيز المشاهد خالص كان المرة اللي فاتت العكس بس المرة دي هم اللي اتعكسوا فاصحيته علشان يمشي بقى وقال لها النهاردة هنصور ما تتأخريش ولما راحت ما كان التصوير لقت المخرج بولها احنا نصور في الشارع النهاردة علشان يشوف رد فقال الناس يون قالت له بلاش قال لها ما تخفيش جون معاكي وهم في التصوير الناس اتلمت عليها فجون مسك ايديها وطلعوا يجروا علشان يستخبوا والدنيا شتت عليهم فخالها الجاكت بتاعه وعملوا شمسية كده وقال لها لو ناس شبه المطر كده عايزة تغرق فان الشبه الجاكت عايزة انكزك ورجو بقى هم المكان التصوير ومشهد رومانسي خالص رومانسي موت وهم راجعين بقى يونج شافتهم فاكرين الصحفي اللي كان عامل ليون مشاكل راح لجون وقال له ان يون كانت بتقدم على وظيفة في مكتب صحافة معنا كده انها بتتجسس عليك فجون قال له اتأكدلي من الموضوع ده وعرفني وتاني يوم كان عيد ميلاد يون وكانت تيم كله وعمل لهم فجأة بما فيهم جون وجاب لها حزاء هدية كده مش فاهم الفكرة كل واحد بجيب لها حزاء ليه حتى الاكس كان جيب لها حزاء طب ما في حاجات تانية يا جدعان هو كله لازم في الرجل يعني المهمة يعني كله بتصور تابع البرنامج وهم في التصوير تشوي يونج راح هناك تشوي راح علشان يخنزر على جون بس فيون قامت راح الحمام تشوي راح وراها فبيسألها عن اول يوم شافت جون فيه ايه سبب المشكلة اللي حصلت بينهم هو كان واقف مع مين قالت له مش فاكرة فجون شافهم وقفين فكرها بتنقل اخباره لتشوي فاول لما يونج شافته نزلت وراه جاري على طول علشان ما يفهمش الموضوع غلط ولكن هو برضو ما صدقهاش ومشي وبعد ما جون مشها تشوي ران عليه وقال له لازم نتقابل واول لما راحه ضربوا بعض هما الاتنين وتشوي قال له ان يون ما قلتش حاجة فخلص ضربه هو وصاحبه في بعضه وطلعه عليون علشان يعتذر لها لانه شك فيها وبعدها بقى يون كانت نزلة تجيب حاجة كده تشوي ران عليها قال لها انت فين قالت له امروحها هوت قال لها طب تعالي حالا فهي راحت له قال لها اركبي بسرعة اخرنا هو كان رايح فين بقى كان حاجز لعبة نزلة جديدة وهيستنى في الطبور فكان وخدع علشان تقعد معي يعني وتسليه فرحوا ياكلوا وبعد ما خلصوا قل لسه ايمين يون دلقت عليه الاكل فاتضايق وبعدين قال لها هروح اغير هدومي وانت تستني في الطبور مكاني مش انت اللي دلقت الاكل عليها ولما راح علشان يغير هدومه السحف ران عليه تاني وقال له ان يون الوظيفة اللي قدمت فيها تقريبا كده اتقابلت بشرط انها يعني تبيع معلوماتك ليهم في الحقيقة الكلام ده غلط لانها رفضت الوظيفة اصلا وبعد ما سابها مستنيها شوية حلوين راح لها بقى ووصلها للبيت بس هي عمالة تتكلم وهو مش راد يرد عليها ولا مرة حتى علشان يعني المفروض ان هو زعلان منها علشان بتنقل اخبار والمهم راحوا علشان يصوروا شوية صور لغلاف البرنامج فيون وهي بتتصور الفانز تلموا عليها وضربوها وبهدلوها خالص وجون مش عارف يرجع لها والصحفي بعد ما تأكد من معلوماته راح قال لجون ان هو ظلم يون فام طالع جاري علي يونه وكانت روحت فرح لها واخد حزاق جديد بدل اللي كان صغير عليها انا مش فهم ايه موالي الاحزاق معهم والله بس مش مشكلة يعني المهم يون كانت متضايقة وهتسيب البيت وتمشي بس جون قعد علشان يقنحها انها ما تمشيش فبتقول له انت عايز نعود هنا ليه انا الناس كلها بتكرهني ما عدتش هتصور معك تاني هاعتزل المهنة انا هروح البلد لومي تاني وابوي احسن واعد جنبهم انا ما عدتش عايز اعد جنبك ولا عايز اشوفك اصلا وقامت سايباه وماشي بس هو قال لها لا 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 ما نفعش الكلام ده وراح اعادها جنبه كده وبعدين ده وقق الزيبية فقامت يون زي اه كده وقالت له كفاة بقى لعب بمشاعر الناس يا عم انت وثبته ودخلت فقال لها نفسه يا مالها البنت ديت وقام نازل تاني يوم التصوير بتاعهم كان في المجلة اللي كانت يون شغالة فيها فقابلت جون فبيقولها نيمت كويس قالت له بص انا هاعتبر اللي حصل انبارح ده يا باشا كده ما حصلش ومن الاخر كان غلطة ومش هتكرر تاني ومشت وهم في التصوير قابلت المديرة القديمة ايوان المديرة الخنزيرة بتاعتها فقعدت تلقح عليها وتقولها والله انضفنا وبتاع بقى فالمديرة وهم بيصوروا قدمت لهم المشروع اللي المفروض كانت يون عاملة في المجلة هي سرقته منها فجون بيسألها ايه رايك في المشروع قالت له المشروع ده قصدك يعني لا لا والله هم مش عجبنا خالص فجون قال لهم خلاص كلمة يون ما تتكسرش فاركشوا كده الموضوع كله وهو طلع بره المديرة بقى قعدت تزعق ليون وتقول لها انتي مين علشان ترفض الاختراح ده يون قالت لها ده بتاعه اصلا وجون داخل فجأة عليهم وقال للمديرة ما تتكلميش معي ولو ما اعتذرتيش ليها مش هقبل التصوير معاكو وهلغي تعاقد معاكو كمان واخد يون تحت كده وزعق لها برضو بيقول لها انت زي تسيبوهم يسرقوا المشروع بتاعك انت المفروض كنت تتكلمي قالت له وغلط مين ده مش انت اللي خلتهم يطردوني من هنا اصلا قالها وانا مال يا لنبي يعني انت تتدايق منهم وتجي تطلع مشاعرك السلبية ديت عليها يعني فراحت سيبوه ماشي فتشوي رن عليها وراحت له علشان يسألها فكرت بقى في موضوع الشغل معه ولا لا هي لسه برضو بيتحاول انها تقنعه انها ما بتعرفش تمثل ومش هتشتغل معاه وفي الوقت ده جون رح لها البيت ومالقهاش هناك ولما رن عليها مردتش فافتكر ان هو معا الكارت بتاع صاحبها من ايام ما كانت صحفية ويون هناك عند تشوي شافت صورة الخاتم اللي كانت لقيته في الفندو فبيسألها تشوي شفتي قبل كده قالت له اه لقيته وسلمته لقدرة الفندو لما كنا في اليابان هو بتاعك قال لها اه اه ده بتاع فعلا وطلعت من عند تشوي وراحت بيت صاحبتها هبا لقيت جون مستنيها هناك كان قاعد مع صاحبها مستنيها لما تيجي علشان ما بتردش عليه وقعدوا يشربوا عصير لمون كتير وبعد ما خلصوا شرب يون اخيرا يعني افتكرت امها فرنت عليها تطمنها وجون سمحوا يا بتكلمها فبيقول لها انت تليفونك شغالة هو وما لما كنت بارين عليك يعني ما كنتش بترد ليه قالت له ما كانش لها مذاك الرد عليك الصراح يعني وبعدين مش انا قلت لك انا اللي حصل هعتبره غلطة ومش هتكرر تاني اصدع يعني يوم ما هدواء الزبيب فقال لها تمام تمام وماله طب عتعوزي حاجة انت بقى هامش يعني ساساسلا وتاني يوم بقى واحد من اللي كانوا شغالين معيون في شركة الصحافة يعني اران عليها هيقابلها وقعد يترجاها انها توافق على عرض المديرة اللي هي المفروض رفضته علشان لو ما فقتش المديرة هتنفخهم كلهم وهتعمل من الشركة بطاطس محمرة قالت له طب المديرة مجاتش ليه هي بدل ما هي عايزة انا وافق قال لها اصليك ريز ما موت ما ينفعش اخنا انت بس جون كده ان هو يوافق على العرض اللي السيون طالع لقت جون بيرن عليها قالت له ايه ده ينهر ابيض القلوب لبعضها والله ده انا كنت لسه رن عليك هو انت فين قال لها انا في الستيديو في حاجة ولا ايه قالت له خلصان انا دخل عليك هوت ودخلت لها جون بيسمع الاغنية بتاعته الجديدة فبتقول له انا عايزك توافق على العرض قال لها طب لو انا وفقت انت هتعملي ايه قالت له انت عايزي قال لها اسمع الاغنية الجديدة وقللي ايه رأيك فيها قالت له خلاص يلا يا باشي وبيبدأ ياسر يسمع عمه فبيسألها بعد ما سمعت ايه رأيك قالت له الاغنية عجبتني انما اللي بيغنيها ما عجبنيش الصراحة مش هكذب عليك ها عرفت رأيي انا ماشي يا بقى هتعوز حاجة وراحت على البيت اللي هي قاعدة فيه بتاع جون لها تحده قدام الباب فاستخبت وبعد شوية راحت تدخل لسه بتقفل الباب لها تحد شد الباب ولما الباب بيتفتح كانت واحدة من الفنز بتوع جون وحاولت تزوقها ما عرفتش وطلعتها نفس البنت اللي كانت عاملت منها كيكة بيت قبل كده فبتقول لها عايزة قابل جون ولو قابلتو هامشي وهسكت ان انا شفتك هنا ولما قابلتوش بقى فاقولي للمعجبين كلهم ان انت عايشة في بيت جون وطبعا بعد ما يعرفوا مكانك بقى انت عارفة اللي هيحصل ومجرباء فحاولت تريني على جون افتكرت انهم مش فاضي النهاردة فقالت لا تعالي بكرة قبلي قالت لا انا قاعد هنا البكرة بقى لحد لما ييجي انا كده كده اصلا هربانا من البيت ومش لايا مكان اروح وانا زيك برضو وهعيش هنا معك في البيت يومين ومن الحق هو مش النهاردة معادة عرض تاني حلقة نتفرج عليها سوا قالت لا لا انا هتفرج في حتة وانت في حتة علشان لو تفرجنا في نفس المكان هنتخانق وما ينفعش هتفرج مع معجبة صراحة تاني يوم كان السوم قابلة صحفية بسبب البرنامج ويون راحت هناك فجون شافها لبس الحزاء اللي جابه لها فبعت لها رسالة وقال لها الحزاء حلو عليك خالص حلو خالص تشوي بقى راح هو كمان علشان يخنزر علي جون كالعادة فالموزيع بتسأل جون عن حبه الاول وبتقوله ماذا لو عادة معتزرا قال لها معاه فلوس معاه فلوس اللي معاوز فلوس لو معاه يبقى اهلا معهوش يبقى انا بغذر معاكو انه خش في الجد بقى وبعدين توا في الكلام وعمل نفسه من بنها وكانت تشوي ويونج واقفين فاخيرا تحرجوا من الموقف وطلعوا بس تشوي مطاقش انه يمشي من غير خنزرة فرح لجون تانيو بيقوله ايه اللي بينك وبين يون قال له مفيش بينه وبينها حاجة بتمثل معايا مش اكتر وبعدين من الحق انت مالك اصلا اتشوي قال له يعني ما يهمكش نعمل فاق ايه اصلا انا هو شغالها معايا ولما سابه ومشى بقى اتشوي طلع راح ليون وعلشان يقول لها للمرة المليون انها تروح تشتغل معاه بس اخونا جون هو معد بالعربية شافه يون روحت لقى المعجبة بتاعت جون لسه واقفة قدام البيت وقالت لها لسه برضو ما خلتنيش قابله بصي انا قعدة معاكي في البيت لحد لما قابله المهمة طلعوا فوق والبنت دي كانت نامت فالجرز راني فيون طلعت جاري علشان ما تخليش البنت تشوفه ولكن بالصدفة يا كانت صحت واول لما شافت جون كان هيوم عليها فدخلوا يقعدوا جوه وقالت له انت قلتلي وانا صغيرة لما اجبر هتتجوزني قال لها انا يا بنتي يون قعدة بقى عاملة شبه البنزين بتولع الدنيا مش اكتر بتولع يا بنتي المشاير دول كلمتهم مش عارف بصي ما قولكيش شكلهم اصلا كده عيال صغيرة اصلا ومش بيعملوا بالكلام اللي بيقولوه هو انت ليه يا ابني قلت لها من الاول على حاجة وانت مش قدها فالمعجابة قالت له حتى بصي صدقني ده انت موقع لها للتيشيرت بتاع لما كنت صغيرة ومن يومها ما غسلتوش فيون قالت لجون دي اصلا هربانا من بيتهم وجاءت فرقنا هنا فقال لها طيب احنا نناموا دلوقت يا غالية وبكرة يا حلاق الف حلاق والصبح رح لهم تاني وقال لهم يلا بقى اجهازوا نخرجوا اول لما نزلوا قيون رح تركب العربية قال لها لقى انت اللي هتسوقي قالت له انا انا ما بعرفش سوق انت مش فاكر اخر مرة كنت بسوق عملتي ولا ايه قال لها يلا على العربية قالت له خلاص افتكر ان انا قلت لك بلاش المهم ما عارفين لما الحرين بيسوق ايه اللي بيحصل ماشي على جنبه وزمانتو شايفين كده بالزبط وراح يجيبه اكل فجون قال لها لا انا سوق ما احنا كده مش هنوصل استراحة انا غلطان ان انا قلت لك في الاول سوق يا عايزين ننجس المهم جون كان رايح يروح المعجبة ديت لبيتها واقناحها انها ما تيهربش من البيت تاني وقال لها اخد رقم هو تباكلميني بس لو حد عارف الرقم هعمل منك بطاطس محمرة وعلاقاتنا هتنتهي كمان بعدها وبعد اما ماشوا بيسألون هوابك وامك عايشين فين قالت له وانت مالك قال لها لا بجد عايشين فين قالت له على اسم المكان ونامت صحة تلاقت ان اما رايحين على المكان ده قالت له اف بطس كده على جنب انت رايح فين قال لها لا هنروح لامك وابوك قالت له افتكر ان انا قلت لك بلات فراحوا لبيتها واماها اول لما شافتها مسكت المقاشة وكانت عايزة تضربها الجن بيحوش عنهم فانضربه وكمان قالت له خد يلا بقى مش انت اللي عايزت جبنا هنا وقعدتهم معا كمان تزعله وتقول له انت لو قعت بنتي في المشاكل ايه اللي جابك قال لها اما انا جي هنا علشان اصالحكو بقى فيون قالت له خلاصي اكل وروح لابوك النادي جون مصمم ان هو يروح معاها بقى المهم ان لما راح عند ابوها قال له انا شفتك فين قبل كده اه اه انا عرفتك واما سك المقاشة ونزل فوق ضربه وكمان وكل لما يحوشوه يروح يضربه تاني فجون كان بيتمنى ان هو ما يروحش ما قالت له بلاش وبعدين بعد المصفه اللي بينهم قال له لو خليت يون بنتي طعاية تاني هاخلع عينيك اللي اتنين قال له اوعيب عليك يا عم ده انا انضربت كتر قوي المهم لما روحه كانت ام يون فرشت لي جون مكان ينام فيه بس في الحمام وواضح انهم ما بيحبوه خالص ويون قالت له اروح نام بقى واتمنى تكون امي مسكت الفار اللي كان هنا وثبته ومشت المهم ما عرفتش يتنام فطلعت برق لقيت جون هو كمان برق المهم قاعدوا يتكلموا فقام حاضنها كده قالت له انت عايز من ايه يا ابن انت قال لها مش عارف بس انا بحبك وام ده وقز بيب تاني صحة الصبح وليت انه ما وباها صح جون من بدرة علشان يكنس الشارع فراحت له قال لها على فكرة ده تحيز على فكرة وانا مش هتنزل عن حق يعني هم يسيبوك نايمة ويصحونا نكنس قالت له ايه اللي خلاك تكنس قال لها امك يا سيدي وانا انت عايز انا نضرب تاني وكمان قالت لي ان انا لو ما كناستش مش هاكل معاكم المهم في الوقت ده برضو يونج سرقت الاقونية الجديدة بتاعت جون يا ترى بقى هتعمل ولما جونج روح لها يونج بعتله رسالة وقالت له لما تشوفها كلمني بس هو خنزر عليها ومرضاش يكلمها تاني يوم كانوا في التصوير ويونج كانت سربت الاقونية بتاعت جون والموجبين كلهم فكروا ان يون هي اللي سربتها بما انها بتكرهه كده يعني ما يعرفوش حاجة فالكاتب والمنتجة قالوا لا تعالي هنمشي واخدها وروحها على البحر وقعد يواسيها ويقول لها انا عارف انك ما سربتش حاجة وفترة وهتعدي في الوقت ده برضو يونج كانت حاولت انها تنتحر بسبب اللي عملته وانها حسد بالزنب وتانيب الضمير خالص وان الاغنية دي المفروض ما كانتش هتتسرب ويون اللي اتدبست فشرت لقيتها وودتها المستشفى ورنه على رقم الاتصال السريع اللي هو موجود في اي تليفون من تليفوناتنا ولي بيطلع رقم جون وجون لما رد قالوا له ان يونج في المستشفى بسبب محاولة انتحار فيون صممت تروح معاه وفضلوا قاعدين سواء لحد لما يونج فائد بالسلام ولما صحت بتقول له جون انا ايه جابني هنا وانت بتعمل ايه هنا قال لها انت اللي بتعمل ايه في نفسك انت عايزة تموت نفسك لأيه مدير جون جاء في الوقت ده وقال له يلا ينمشي مهو ما بيحبش البنت دي جون قال له طب وهنسبها كده لازم ابت معاه قال له يلا بس علشان عندنا شغل الصبح فيون علشان تحل الموقف قالت لهم يا جدعان انا هبت هنا معاها وكل ده وتشوهم ما اعرفش حاجة ويونج قالت ليون معلش اعذريني ما كانش قصد ان يخلي الناس تلومك على التسريب الاغنية فيون قالت لها يعني انت اللي صربت الاغنية طب ليه قالت لها مش عارفة انا صربتها لسه صراحة بس قلت ممكن لايهتمام شوية من الناس يون قالت لها انتي ولا لقيت الاهتمام ولا لقيت الطب طب ويسابتها وقامت والصبح رحت لها تاني بس المرة دي نست واخدت موبايل يونج بدل الموبايل بتاعها فيونج لسه بتمسكه لقيت فيه رسالة جات له بتفتحها لقيتها من جون بيقول لها ان هو الان عليك انتي فين فيونج حبت تخنزر كالعادة بعتت له رسالة وقالت له انت الان عليها ولا الان على يونج حبيبة القلب ومفيش دقتين وقالت جون رحلاء قالت لها انت كويسة قالت له اوه تمام قالت لها ما تعملش كده تاني قالت له معلشش على الخنزارة بالسنة اللي بعتلك الرسالة من تليفون يون قال لها لسه فيك العادة الوسخة ديعت المهمة كان فيه صحفي كده في المستشفى والسماء الممردين بيتكلموا ان هما شوفوا جون داخل لناك فلم مشل صحابه ووقفوا على باب المستشفى وفي الوقت ده كمان كان شو يعرف وراحي ناك علشان يتخنقوا مع جون ولسه ينزلوا بقى عارفوا ان المستشفى اتملت بالصحفيين تحت فيون قالت له ما عندي فكرة احنا انه هرب يونج وانا انا مكانها كان انا اللي تعبانة يعني وجون جاي بص عليها بمننا بنمثل سواه كده وراح لها بالليل هربها من المستشفى واخدها على البيت وقالت له يا اخيرا روحت البيت قال لها انت فكرت انه بيتك ولا ايه قالت له انا اعرف البيت دكتر منك على فكرة يعني ما عادت دور الثاني علشان انت مناني قال له خلصان اتعالى اعرفك عليه ولما دخلت القوضة قلقت ان كلها العاب قالت له يا تافي يعني انت قافل للقوضة وهي مفاجر العاب قاعد حكالها بقى على علاقته زمان بتشو يونج قالت له ده انت حواراتكم كتير انا هروح انا مانا وتاني يوم الصبح بمدير ورن عليون وقال له وجون عندك قالت له لا مشا بالليل قالها تقريبا اتخطف فقامت جاريو لما قاعدوا يدوروا وعرفوا ان اللي خطفه ده الشغال في شركة شاحن فهرحوا على هناك وفضلوا مستنيينه ولما شافوه الدخل وراه ولكن هو في الوقت عما كانش خطف جون ده كان وقت جون معه علشان هو اللي بيحبها بتحب جون فهو كان عايزه في مصلحة اخوية بس مش اكتر علشان يقنع البنت اللي بيحبها ببنها تتجوزه وبعدها خرج هو ويون قاعدة رومانسية وقالت له بقى لو عملت اللي انت عملته ده تاني بص هجيبك وقت خبرك انا النهاردة كبرت عشر سنين بسبب القلق عليك قال لها خلاص مما تزعليش تعالي نسمع الحلقة اللي نزلت النهاردة بتاعتنا وفي نص الحلقة كده رح اقم دواق الزبيب والتاني يوم رح لعه واخد اكل معاه وقال لها بما انك مش هتطلع من البيت كالعادة بسبب الجماهير اللي لو شافتك هتنفوخك فاجبتلك شوية حاجات كده معايا بالنقود نتسلى فيهم يعني وكمان عمل لك مفاجأ انا اللي هطبخ النهاردة ومش بس كده فيه كمان مفاجأ قالت له ايه تاني قال لها هشوفي مين بيرن الجرس كده وراح عزم صحابها يروح يتغدوا معاهم وبعد ما مشوا يون بتقولوا شكلك تعبان يلا رح بيتك بقى علشان تريح وعمل نفسه كده تعبان بجد وقال لها لا لا انا شربت عصير اللامون كتير انا هريح هنا قالت له ببراحتك ما هو في الاخر بيتك برضه مش هنقدر نتكلم والتاني يوم اتصل عليها علشان تروح للشركة بتاعته وهناك المدير بتاعه بيقول لها جون هيصور اعلان جديد قالت له مبروك انا مالي بقى قال لها لا ما هو الاعلان انت كمان هتصوري مع جون قالت له ما تهذرش الحاجات دي ما فهاش يظهر قال لها لا ده الشرط الوحيد بتاع الاعلان انت وجون تصوروا سوا وفي التصوير لبس يون هدوم ضيئة كده فجون شافها ام زعلهم ايه اللي هي لبسها ده طب لبسوها حاجات طويلة يعني شوية وعمالي زعل كده وفي الاخر صور معه بنفس الهدوم عادي لا راجل في من الاخر يعني من الاخر وبعد التصوير رح لها واخدها بالعربية وقال لها يلا نخرج وراحها على حديقة يتمشوا سوا قالت له مش هعرف امش بالكعب ده قال لها ما تقلقيش فاكر عرض الجزم اللي كنت جايبه وكان عليه كوتش هدية جيبته معي ليكي وهم مراوحين قال لها مش هتغيري بيه قالت له اغير ايه قال لها تغيري اسم اللي على ميديلك قالت له ما ده الاسم اللي موجود على السوشيال ميديا كلها قاللى صحيح هوا انت اسمك كده plenty قال لها بصي انا احكيلك كان فيه خاتم لابويه اللي مش لاقله حاليا ان الخاتم ده كانْ مكتوب عليه ياما فعلشان كده سميت نفسي الاسم ده على السوشيال ميديا ومن الحق انتي كنت شاء الختم ده Paige اللي انتي سلمته لئدارة الفندق قالت له يا انت هو الختم ده كان بتاعك اصلا طب بص انا هقف هنا ومش انت وطلعت على تشويwell قالت له انت لقيت الختم بتاعك قال لها اه قالت له طب هاتوا بقى karena شوفوا كده وانت اول ما أخذته قالت له انت مش مكسوف اصلا انت كذاب ويتأخذ ما اضعك قال لها لا ده بتاعي قالت له انا عرفت انه بتاع جون واخذت الختم مرحبت ومشت ورحت تودة الختم ل empieza قالت له معلش انا ما كنتش عارف انه بتاعك قال لها عادي ولا يهمك كله فدكه وبعدين هامشي بقى علشان عندي شغل ومش فاضي الصراحة بس شكرا ان انت رجعت ولي يعني مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه في الوقت ده تشغل كان زير كان راح وريون وشافهم واقفين وعارف ان هم بقى وقابلز خلاص كده ومرتبطين اخونا يقوم يعمل ايه بقى قران على صاحب الشركة اللي جون شغال فيها وقالوا ان جون ويون مرتبطين هم المفروض مرتبطوش لان هم بيمثلوا ان هم بيكراه بعض فلو الناس عرفت ان هم مرتبطين يبقى كده المصدكية بتاعتهم هتضيع وكل ده تشغل مش عايز يريئزيهم مش اكتر في نفس اليوم صاحبنا خارجوا مع بعض فجون قعد حكالها عن حياته وان كل المعلومات اللي الناس تعرف عنه تبقى مزيفة يعني مثلا عيد ميلاده وغلط المكان اللي هو جاي منه الناس مفكران من امريكا ووان من عائلة غنية وكده ولكن الموضوع ما كانتش كده خالص فبالله يعني انا جايبها من تحت خالص يون قالت له ده كله مش مهم بالنسبالي اهم حاجة انت المهم تشوي ورئيس شركة جون اتقابله فتشوي بيقوله على فكرة انا اناه افضح الموضوع ده واعرف الناس ان يون وجون ارتبطوا ممكن بس اتنازل بشرط واحد فرئيس جون بيقوله وايه الشرط ده قال له ندمج الشركتين بتوعنا سوا قال له لا انت مستحيل عمل كده وقام رئيس جون طالع علي يون في البيت وقال لها انا قلتلك اخد بالك من جون بس مش تاخد بالك منه او كده يعني قالت له يعني ايه قال لها انا عرفت انك ارتبطت خلاص والموضوع ده ما ينفعش الصراحة فلو بتحبيه بجد ومش عايزة تدريه بقى لازم تنفصل عنه في التصوير تاني يوم المخرج ندى لجون وقال له النهاردة اخر يوم في التصوير جون قال له ليه في مشكلة ولا حاجة قال له لا بس الموضوع ده جاي من الرؤسة بتاعنا ما نقدرش نتكلم المهم جون راح عرف يون وراح يتصوره اخر يوم وبيكون على البحر برده ولما خلصوا تصويره يون بتقول له ياه الموضوع خلص اخيرا قال لها ايه ده اخلص ايه ايه هو الموضوع اللي ما بنا اصلا لسه ما بدأش وراح مدوقها الزبيت بس الكاميرا كانت شغالة وهم لسه ما يعرفوش وبعد اما يون رواحت تليفونها رن بفاكرين شركة الصحافة اللي كانت عايزة تتجاسس على جون رنوا عليها تاني وقالوا لها بما انك خلصت تصوير المسلسل فعايزينك ترجعي بقى لمهنتك القديمة وتشتغل معانا قالت له وهفكر كده وبارد عليك فكرت بسرعة وراحت لهم التاني يوم بتقول لهم انا وفاة عادي وكمان ثابت شقة جون واخدت شقة نفسها فجون راح لها بالليل كده واخد لها شاشة تلفزيون هدية واخيرا غير محل الاحزان اللي كان بيجيب منه على طول ده وتاني يوم صاحبتنا كانت محتاجة تسجل معلومات في الشركة فزميليتا هناك اخدت اللابتوب بتاعها علشان المفروض تسجل لها بس الموضوع مش كده هي اخدت اللابتوب بتاعها وفتشت فيه ولات مذاكرات يون اللي كانت كتبها ايام ما كانت بتكره جون ونشرتها علشان خاطر المشاهدات فعلا الناس بتعمل اكتر من كده المهم انها عاملت مشكلة كبيرة لجون في شغله فيون حاولت ترين عليه ممعرفيتش ولكن المرادة تشوه ببطل خنزرة وحاول ان هو يساعدهم ورحلها عند البيت واخدها البيت جون تقابله علشان تشرح له اللي حصل واول لما وصلت لات رئيس الشركة نازل من عنده فما قابلتش جون برضو المهم لما قاعدت معاه قاعدت بايزة عليها انت ازاي تنشر حاجة زي دية وانت مش عارفة دي ممكن تعمل ايه في جون وفي حياته قالت له انا ما نشرتش حاجة هو كان على اللابتوب بتاعي واتخد منه قال لها بس انت كتبتيه وبعدين لو بتحب جون بجد ابعد عنه بقى والسبه ومشى وتاني يوم جون راح لرئيس جركته وعرف منه ان هو قابل يونو زعلها فجون زعله وقال له ان هو هيسيب الشغل في الشركة ولما نزل كلم يونو اول لما كلمها عياطت قالت له انا اسفع على اللي حصل ما كانش ينفع يحصل لك كل ده بسببي قال لها اولا يهمك كل حاجة فداكي امر اهم حاجة ان انت كويسة بس برضو مخلصناش من الخنزرة في مقال اتنشر في نفس اليوم بكل حاجة تخص جون وهو ان جون مزايف في حياته اعيد ميلاده والمكان اللي جاي منه كل حاجة فجون مبقاش عارف يطلع من البيت وتشوي كمان راح لجون البيت وودي له الكارت ده وقال له انه صاحب الكارت هو بوك وهو صاحب شركة محمام مش عارف بقاله فترة كويسة كده شكله هيموت ولا ايه وفي نفس الوقت جون عارف ان اللي نشر عنه اخر مقال كان الرئيس بتاع الشركة اللي هو سبق واول لما عارف فعمل مؤتمر صحفي وراح هناك وقدام الناس كلها وقال على كل حاجة وقال كمان انهم استعدل اي عقاب ومن جانب اخر يونج راح تتخانق معاه وفي الاخر حاولت تنتحر فراح ينقذ بالعربية بس للاسف في عربية خبطيتهم هم الاتنين وراح هم الاتنين المستشفى جون عارف وطلع على المستشفى على طول وهناك الدكتور قال له ان يونج ستبقى كويسة بس التشوي هو اللي حالته حرجة خالص يونج فاعت بعدها بشوية وبعدين جون قام وبعت ليون رسالة وقال لها ان نتقابل في الحضرقة الساعة سبعة قالت له يعني سبعة سبعة ونص يعني قامت جهزت الاكل ونزلت بس نسيت موبايلها في البيت وهو كان عنده شغله والموضوع طول فما كانش يعرف يقابلها فحاول يرن عليها مما ردتش بعت لها رسالة هي كانت نزلت اصلا وفضلت قاعدة مستنياها الساعتين او ثلاثة والدنيا شتت عليها وده كان سبب انها تروح تعبانة ثاني يوم جون راح للي المفروض يكون ابوه واللي ما طلعش ابوه عادي مش مستغرب يعني طالها كان صاحب ابوه وهناك عارف ان ابو توفى من فترة كبيرة والثاني يوم تشوي فاقب بس كان ما بيتكلمش بسبب ان الحادثة قسرت على مخه جون زيال خالص لما عارف ويون اخيرا قابلت برضو المديرة القديمة الخنزيرة بس بعدما اضطردت والدنيا جات عليها خالص وبقت مدرسة فاعتزرت ليون على كل حاجة وتأسفت على اللي عملته معاها وكمان قالت لها ان جون مكانش السبب في طردها وان هي تراتيدها علشان كانت سرقت المشروع بتاعها وما كانتش حابة تشوفها كل شوية في المكتب وبعدها يون راح تكتبت مكال بتمدح فيه جون وودته لصحبه علشان ينشره وبعدين راحت الحديقة اللي كانوا هيتقابلوا فيها من كام يوم وقعدت تعايت بس جون راح له وهي بتعايت قالها ايه ده انت مستنيه هنا من ثلاثة ايام وقعدت تواسيها علشان اللي حصل ليونجي وتشوي وابو اللي هو ما شافوشه ولما وصل كان مات قالها ما تقلقيش احنا وهتعدي بس انت استنيني شوية يعني مش هرجع بعد الفترة دي هتقالقي ابنك اللي بيرد عليها قلت له لا قعب عليك اون جاي مدوقع الزبيب ويون تاني يوم راح تقدمت على وظيفة جديدة وتقابلت فيها والشركة اللي جون كان شغال فيها فلست ولو الرئيس مدفعش الدرايب هيتسجن فجون راح سدد كل الديون اللي على الشركة علشان كان ليه ذكريات حلوة هناك وما كانش عايز الرئيس بتاع الشركة يتسجن وقابل المناسبة المخرج والمنتجة بدأوا يعملوا مشروع جديد بس المرة دي على نفسهم بانهم يتجوزوا وفي الفرح بتاعهم جون خلص فترة خدمته وراح ليون وهناك بدأوا بقى يرجعوا تاني لحياتهم وقالتهم التواري طاقتة واخيرا طلب منها تتجوزوا قدام الناس كلها ووافقت وام دواقات زيبيب تاني عادي وبكده يكون المسلسل بتاعنا اللطيف خلص اتمنى لو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك واساساسي